كمان التسلف الفكر السلفي لانه اصلاها بسيطة قوي العين تحس بالجمال ازا تحس دي الميدان ده شكله نضيفه حلو ازاي لازم العين دي تبقى عارفة الجمال انما لما العين دي تبقى شايفة ان بيت عبرها ست سنين لابسة ازدال ده حاجة كويسة دي عين قبيح لما عين مش شايفة في لون العبايات غير الاسود دي عين قبيح فالطيار السلفي قبح العين المصري بقينا نكره الجمال ونكره الجماليات ونعزم القبح بل بنعتبره كمان جزء يعني من التدين يعني الجلبية المصري الحلوة بتاعة الزمان دي اللي هي وحتى الان طبعا موجودة في رفنا يعني والكم الواسع والطائية اللي بحاولها لنبسة اللي بتاع الجلبية البيضة اللي جايبينها من باكستان دي والجاكت وحاجة غريبة عجائبية جدا شكل غير جمالي على الاطلاع حتى اللحية اللحية اللي كان يعني شيخنا الازهاري يهزبها ويشغزبها ده لو ربها يعني ويهزبها لطيفة وشكلها جميل وسامح كده تلاقي لا لازم تكونش عساء غبراء على الساس انه هو ده اللي تدين فالعين العين تدربت على انه ما تحسش بالجمال تكرهه ترفضه فوها عندك ناس تقطع شجر يعني مش مشكلة مش فارق معاها الناس تبني في الحوش لانه مش فارق معاها مش فارق معاها لا الفراغ ولا المعمار والبلد اللي عملت المعمار يعني احنا مصر هي اللي صنعت المعمار اول بيت في الخضارة الانسانية فغياب الوعي وسيادة السلفية هي اللي بتقبل تدمير الحس الجمالي كمان الاقتصاد المختل هو اللي بيخلي الريف يروح للمدينة بدل ما الريف يحتفظ بريفيته شكل بيته وشكل معاشته وبدل ما الريف المصري كريبة زي يعني الريف اللي فيه بيوت ريفية شديدة الجمال والروعة روحنا بالعشوائيات للريف والريف جالنا عمل لنا عشوائيات على حواف المدن وبقى حصل ترييف للمدن فاصبح المدينة منصورة اللي من 100 سنة غير المنصورة دلوقتي لكل هذه الاسباب مش بس الزيادة السكانية ما طرح اليوم من خلال كلمة الرئيس او من خلال حتى افتتاع هذا المشروع يقول لنا بوضوح ان احنا كلنا محتاجين لحوار حقيقي بيننا وبين مجتمعاتنا وبيننا وبين ناسنا وان احنا الحوار الحر المفتوح الحرية في النقاش والتناول والتداول للمسئولية هو ده مفتاح التقدم وفي لحظة ازمة زي الازمة الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي وهي راهنة وهي ضاغطة وهي حقيقية وهي عميقة وهي مؤثرة وهي طويلة هي الفترة اللي محتاجين فيها اكتر من اي فترة سابقة للتحاور وللتناقش وللانفتاح وللتساؤلات الكبيرة حوالين اخطأنا الكبيرة في تاريخنا وفي حاضرنا واسئلتنا الكبيرة اوي حوالين نعمل ايه المستقبلنا وان احنا كلنا نصبح عند مسئولية ازاي نخرج بلدنا من المشكلة اللي هي فيها مش ننكر المشكلة ولا نهول فيها ولا نواقس من حلها ولا نفرط في التغافل عنها لا خالص احتاجين تعقل حقيقي وتأمل اكثر عمقا وحوار اكثر انفتاحا وحرية لا محدودة لا محدودة لكل الوطنيين اما الطيرات الارهابية واما العقول الارهابية فهي عقول وقلوب ونفوس كارهة وكريهة لا تريد لهذا الوطن لا تقدما ولا تطورا ولا نموا ولا تنمية انما لا تريد الا الخراب انما الحوار الحقيقي هو الحوار بين الوطنيين اللي لا يمكن ان احنا نتنافس الا في حب هذا الوطن ولا يملك كائم من كان ان يوزع سكوك وطنية على حد دون اخر او انه يعني يضع وسام الوطنية على المؤيد الموالي وينزع الوسامة ذاته او ذاته من المعارض المختلف بالعكس ما نحن بصدده الان ان احنا نشير انه احيانا يكون المعارض المختلف ربما لانه يتحمل نتيجة وكلفة شديدة جدا من حريته احيانا ومن رزقه احيانا هو اشد وطنية ومحبة للبلد بمعارضته اللي بيتفع تمانها اكتر حتى من المؤيد لنلا يتفع تمانا بل ربما يكافأ يلا بينا